مجلس الأوقاف السنية ببيوت الله ودور العبادة إضافة إلى دور المجلس في تهياتي وعداد الأئمة والخطباء لنشر ثقافة التسامح والإخاء وتوجيه الخطاب الديني لتعزيز الوحدة الوطنية وإظهار المنجزات التنموية التي تحققت لمملكة البحرين بفضل جهود أبنائها كما نوها جلالة الملك المفدى بجهود مجلس الأوقاف السنية في مجال تطوير الوقف في المملكة وتنميته خدمة للمجتمع وأفراده وعقب المقابلة قال رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى بن خليفة آل خليفة إنه تشرف اليوم بمقابلة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وذلك لتقديم الشكر والامتنان لجلالته واستعرض رئيس مجلس الأوقاف السنية أهم الإنجازات التي تحققت خلال تلك الفترة متمثلة في استثمار الوقف بالطرق المثلى التي تحقق شروط الواقفين وتنسم في التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين من جانب آخر أوضح رئيس الأوقاف الجهود التي بذلتها إدارة الأوقاف السنية في تحقيق الاستقرار الفكري والانتماء الوطني وذلك من خلال تفعيل رسالة المسجد النبيلة كما تشرف رئيس مجلس الأوقاف السنية بإهداء جلالة الملك المفدى عددا من الكتب التي أصدرها المجلس ترجمة نانسي قنقر